موسيقى صباح الخير يا هاني يا الأمان شكرا ربا اللي السلام عليكم يا جعيدي ايه جعيدي مالك فيه ايه قال له ايه الادب اللي حط عليك مرة واحدة ده تحت عمرك يا بيه لا انت مش مظبوط النهاردة بقولك يا جعيدي انت متخانق مع امراتك اللي تشوفها بيه بس احسن واضح ان الضرب بيجيب فايدة معانك بيجيب يا بيه اللي اقول لي بقى المدرسة عاملة ايه اصلها وحشتلي اوي كلها تمام يا بيه الانسة الاستاذة مروا جت والانسة الاستاذة لم يجت وما فضلش غير الانسة الاستاذة صارة وربنا يزيدك يا فاطم بيه لا لا والنها العزيزة النهاردة مش مظبوط على فكرة مش طبيعة خالص بس انا دلوقتي مش فضيلك اخلص الازع المدرسية وبعد كده ارؤ لك يا جايدي والله مضروب يا بوي عليك يا منفطاطين يا العيب واذا كنت قد حصلت على الجائزة الاولى في البحث التلتاشر ليه يا اولاد فانا ما زلت اتعلم وساضل اتعلم ساضل اتعلم حتى اخر نفس لي حتى اخر قطرة من دمي وحكمة اليوم هي كلما كبرت السنبولة انحنت وكلما ازداد علم العالم تواضع كان معكم مسترفطين سيد حسان مدرس الدراسات الاجتماعية بمدرسة ابناء الغد الخاصة شكرا شايف يدودي موضحا للجائزة بتاعتي علمت الاولاد الادب شايف ازاي رفعين ايديهم وقفين مهذبين تقديرا ليه فخور بيهم اوه صباح الخير يا أستاذة مروة الصباح الخير يا مسترفتي بقولك يا أستاذة مروة انا المدرسة النهاردة كلها متغيرة معايا ومش عارف ايه السبب يعني ايه اللي حصل للككل ده مش عارف ملاقيش يعني عندك تفسير منطقي لكل ده مجد شليل معاد اول مبارح معاد معاد ايه استنيتك في الكافيل اللي قلتلي عليه في الزمالك بس على العموم انا مزعلانة هتجي النهاردة هتجي فين فاتين 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 حبيبي فاتين حبيبي فاتين حبيبي ايه حشتيني وحشتيني صباح بخير بعد اذنكم الصباح الخير يا لم يأي حبيبتي ايه ده؟ انا بجد حبيبتك؟ طبعا حبيبتي انت كمان حبيبي وخطيبي ممكن اطلب منك طلب ممكن يعني بعد المدرسة هنخرج شوية علشان انت وحشني قوي ماذا؟ 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 طيب فات فات ايه ده؟ معقولة الوحشة دي كلها من يوم واحد بس؟ وإيه اللي بيحصل في المدرسة ده؟ ماذا؟ أستاذ فطير؟ جلوس جلوس ايه ده؟ لا لا كده مش فهم اي حاجة صباح الخير يا أستاذ فطير صباح الخير يا فاندل اقصد يا أستاذ فطير الأستاذ رؤوف صاحب المدرسة وفقلك عالرحلات المدرسية المجانية اللي طلبتها منه في بداية العام الدراسة والله ده خبر هائل والله ده مش كده وبس؟ ده كمان صرف لك مكافئة شهر شهر؟ حضرتك انا متشكر جدا جدا وياريت يعني اتبلغ وتحياتي هو كان ليه طلب صغير عند ما عليك؟ يؤمر ياريت حضرتك تكلم الانسة المبجلة بنت اخت معالي وزير التربية والتعليم عشان الوزير يحضر بنفسه المدرسة ويفتتح دسم الكمبيوتر طبعا الموضوع ده لو حصل هيفرق كتير مع المدرسة وصمعتها اه حاضر ما تقلقش يا فاندل انا هكلمها متشكر متشكر يا استاذ فاطيني عالسلامة عالسلامة اهلا وبين ساحل اهلا وبين ساحل كنت ملقش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالفضل يا ميشو يا ولدي سورة حج اللي كلمت حضرتك عنها أهلاً وسهلاً بيك يا عمو إزاي كنت يا بنتي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله استرياح يا بنتي يا ولد هات التمر وميت الورد يهز يا حج تفضل يا واختصار شكراً قوي نفسي تفضل يا أخي ميشو حجزاك الله خير تفضل التمر هريئاً بريئاً إن شاء الله شكراً طيب أنا هستأذنكم عشان صلاة العصر وجبت مع سلامة عمو معلش يا بنتي أسلم توضي ميشو يا ولدي لا تتأخر عن صلاة العصر حاضر مع سلامة حج الله يسلم ايه رأيك كده ماش تمام؟ تمام قوي اخلع بقى سيد شافتي البوسات شافتها يا سيد اخلع بقى الله الله مع سلامة حج الله يسلمك يا ولدي لا تتأخر ايه رأيك بقى في الحج؟ زي ما قولتلك علي بالزبط ما تلحيش تهدي معها خالص نسمع ملاك فعلاً هام 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 حلو قوي المحا لنا هتبت طامر هاه حلو قوي الحج جايبه معه من آخر عمرك ربنا يا رب يبركلينا فيه بس أنا مندهش قوي لم يقع يا حبيبتي ليه يا حبيب؟ أصليك يعني متشعلقة كده في دراعي عادي يعني وكلمة حبيبي بقت سهلة قوي على لسانك ما قولهاش لي يا حبيبي إيه ده؟ فاطيب إيه ده؟ دي حركة دي ولا إيه أنا خفتس لي أخدني نص غريبة قوي أول مرة يبقوا مؤدبين بالشكل ده وما يقدروا يطول نصانهم عليك بعد اللي انت عملتوا فيهم أول مبارح يا حبيبي أصلي انت عملت حاجات عمرك ما عملتها قبل كده كنت حاجة تاني خالص طب بقولك يا نامياد احكيلي إيه بقى اللي أنا عملته بالزبط وبالتفصيل يعني إيه؟ كل ده حصل علشان ميشو بقى مكان يوم واحد يعني أنا اللي كنت غلط يعني إيه؟ ميشو هو اللي صح؟ يعني أنا كنت غلط يا دكتورة ميشو هو اللي صح؟ مين بس اللي قال كده؟ كل حاجة بتقول كده أنا لما حطيت نفسي مكانه شفت الدنيا على حقيقتها لما ميشو بقى مكاني عراني عراني وشفت نفسي على حقيقتها الناس كلها احترمتني شو مش فاطين بس ده مش معناه إنه هو صح؟ لا، سلوك المجتمع نفسه هو اللي غلط يعني كل الناس غلط وأنا اللي صح حتى لو اللي حضرتك بتقوليه ده يا دكتورة صح حتى أنا برضو اللي غلط لإني نجم أنا شاعز فوسط المجتمع رفضني ورافض سلوكي يعني إيه؟ عايز تبقى غلط عشان تبقى زيهم؟ ما أنا عامل إيه بس؟ حاول تغيره دكتورة وأنا عارف أغير أخوي علشان أغيره عارف يا فاطين لو نجحت إنك تغير ميشو أخوك ساعتها سلوك المجتمع كله حيتغير لوحده لأن خلاص مش هيبقى في ميشو هيبقى فاطين بس هو اللي موجود قصدك إيه دكتورة؟ أنا مش عايزك تستسلم يا فاطين أنا عارفة إنك صح بس أنا عايزك أنت كمان بتأكد من جواك إنك صح أنت صحيحة بتعوم عكس الطيار ويمكن الموجة علي عليك قوي بس أنت دلوقتي خلاص بقت فوسط البحر يعني يا هتعوم وتنجي نفسك يا هتغرق ومحدش هيحس بك فاطين حسين برجليك بص المفاجأة جبت لك كتاب حكام مصر القديمة من أول الأسرة الأولى في عهد الملك نارمر فاطين، 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 لا لي فاطين ماء لا 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 الله الله الله، بص 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 أيوه، داك كلام، ولا ملال البروغرام النهاردة هيجبك جداً يا ميشو أكيد طبعاً يا صورة أنا بحب الموسيقى جداً وخصوصاً بتاعة الأوبرا ليها كده معزة خاصة عندي إنما ما قلت ليش بقى إيه البروجرام النهاردة بوس يا سيتي السينفونية تلس على البتخوفن بحبها قوي والسينفونية الأربعين لمودرد ياه وحشاني قوي اللي أربعين دي ودبل كانشرت البخ دبل؟ ده هي القوي بوس بقى كمان في مفاجأة تحبها جداً أيوة كده إيه بقى مفاجأة أكيد جورج وصوف جاي النهاردة صح؟ جورج؟ لا يعني قصدي إنه مفاجأة صورة بوس يا سيتي السينفونية النقصة لشوبار السينفونية النقصة لشوبار إيبقى أكيد هيتكملوها النهاردة صح؟ هيتكملوها إيه ميشو إحنا هنلعبها النهاردة نعزفها احنا هنلعبها صح بوس يا ميشو بقى أنا شكلها هتأخر كده بوس أشوف بقى الحفلة أوكي؟ ماش ماشا سورة وروحي ربينا يسلح حالك منك لله يا فاطين شو برد إيه بس وبتوفين إيه وبخ إيه آه آه وكأنك بقى بعزف السكس معلش بقى سورة كان بودي أسمع السنفونية النقصة بس مش ألف أنا ما سبتش فاطين من ساعة ما خرج من مدرسة لحد ما رجع البيت المهم النتيجة النتيجة إيه؟ لا هو كويس زي الفن كويس إيه بمبوني؟ هو أنا بسألك عن ساحته آه معلش أنت بتسأع خلط سيرو يعني أيوه هو خرج من مدرسة وراح ومارة فيها عياد الدكتورة نفسية صار كده بيديها درس خصوصي وبعد كده خلص ورجع البيت وهو هلاج دلوقتي مهم تعرفش عمل إيه في المدرسة؟ لا بصراحة يا ميشوكت بخيبة هو دلوقتي خرج من مدرسة وروح البيت وهو هلام دلوقتي مهم وإنت ستيشن إيه الأخبار؟ أنا طول النهار واقف قدام المتحف ما تحركش من هو في الدكتورة يعني أنا أصل الغلط يا فاطين هي دي الحقيقة عم أنس أنا غلطان اللي حبيت أخليك نموذج للإنسان المثالي اللي ما بقاش موجود دلوقتي ما دي قلتها نموذج لإنسان مش موجود يعني ما ينفعش يتعامل مع الناس اللي موجودين يعني يتحط في علبة ويبقى الفاترينة للعرض وبس وبقيت جوه العلبة مش عارف أخرج منها قفلت عليك عشان كنت خايف عليك وادي النتيجة فاش عارف كل حاجة وكل حاجة أنا بعملها أنت الوحيد اللي بتشوفها صح بتشوفها نجاح عملتني النموذج اللي أنت عايزه قدامك ويفكرك بنفسك عشان تثبت لنفسك أن أنت كنت صح لأخوك زيت كان غلط حد ما بقيت مصخة منك قافل على نفس وسط كتبين حد ما بقيت كتاب زي وهم مركون على الرف محدش بيقرب مني غير اللي زي واللي زي مش موجود بقيت نسخة كتاب بس نسخة بعدها شعور نسخة الأصلية هي كمان كانت بعدها الله يسامحك يا فاطين الله يسامحك يا أنا حنزل بقى دلوقتي عشان واضح إن أنا وجودي بنسبب لك دي بس قبل منزل عايزة أقول لك حاجة حاجة مهمة عمك أنس ما هواش نسخة باتها فاطين عمك أنس اللي شاف الموت بعنيه في النكسة وما منش مش نسخة باتها عمك أنس اللي حارب وشاف زميله بيموت قدام عينيه لحد ما جاء بالنص مش نسخة باتها اللي ربك وعلمك يعني إيه أخلاب مسلوك وحب ووطن وحرية ما هواش نسخة باتها موسيقى الناس بس اللي بتنسى وانت ظهر بقت زيهم ما عايز تنسى أنا حسيبك دلوقتي وأنا عارف إن فاطين ابني اللي ما خلفتوش هيرجع لي تاني بعد ما يهدى ويفكر إني متأكد إنك عارف مين الصح ومين الغلط موسيقى وأنا ماما موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة وهكذا لم يكن طريقي مفروشا بالورود وأنا أحاول تغيير أخي ميشو ففي كل مرة يصيبني جرح ولكني أضمد جراحي وأتحمل حتى أحقق ما أتمناه لأخي ولكن هذه المرة وبسبب أخي ميشو أيضا قد سبب لي جرح عميق لا أعرف كيف سأعالجه أو أداويه وهذا الجرح هو أقرب إنسان لي في هذه الحياة أو عمي أنس سامحني عمي أنس فأنت الذي علمتني وقلت لي كن مثل الصياد الماهر الذي لا يخطئ فريسته فعذرا عذرا لأنك أنت أول من أصابته سهامي أنا الآن خجلا من نفسي ومنك عما اقترفته في حقك ولكن عزائي الوحيد قول سوفك ليس كلما زاد عدد الأمم التي يخجل منها الإنسان كان أقرب إلى الكمال لو أعلى إيه يمشو هي لو مشيت وتمت زي ما أنا عاوز هتبقى عملية العمر وهتكسر كل أرقامك القياسية اللي فاتت ولا تخليك كده أحسن الأحسن الوقع في عملية زي دي هتبقى الغضية ملاش مخطرة أيوة اهدى كده وخليك في العمل لأن اللي في دماغك ده مستحيل